قالت النيابة العامة إن الجهات المختصة ألقت القبضة على مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع بعد استغلال نفوذه لتسهيل إجراءات غير نظامية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة وأكد النائب العام في بيان الرسمي أن نتائج التحريات أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال وبإجراء التحقيقات الأولية بعه من الجهة المختصة أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها وقد تم القبض عليهما في حينه